في تشابه بين أحمد زكا عبد الحليم حفظ في تشابه في حاجات كتير أنا طبعا مش شايف أن أنا كنت 100% كويس طبعا في الفيلم بس دا كان أول تجربة لي يعني قبلها ما روحتش مسرح ولا روحت أي حاجة كده كانت أول مرة طبعا ليه قايمة نفسك كده هل اتأثرت ببعض النقاط طبعا اتأثرت ببعض النقاط في بعض النقاط شكر وفي بعض النقاط ما عجبهمش بس فكرة أن أنا أصلا مسلت واحد أنا معرفوش دول أحبطوك اللي ما عجبهمش أحبطوك والله مش قوي ما رعوش الظروف ما رعوش الجو اللي أنت شغال فيه والله لا ما أحبطونيش ولا دايقتي منهم لأنه دا حق وده راجل ناقد ويتفرج على عمل فني فما لوش دعوة بظروف الممثل تعبان عين هو حر ينقض زي ما هو عايز بس أنا يعني بعد الفيلم يعني لولا أن رستاذ شريف عارفة كان موجود أنا ما كنتش عارف تعمل أي حاجة بعدين أنا لما باجي أبص دلوقتي عن موضوع طبعا أنا مراعي الظروف كلها فأنا ما بكونش ما بابقاش جلاد على نفسي قوي في الفيلم دا بس طبعا ما كنتش عبد الحليم حافظ ما هي في الم يعني يعني حاجة صعبة جدا أنك تعمل عبد الحليم حافظ وأحمد زاكي وتحطهم في شخصية واحدة وفي بداية حياتك كنت عندك عشرين سنة لسه ما تمتش واحده عشرين سنة أصلا صعب دا مش صعبة ومستحيل فإذا كان أما بلاقي أن ناس عجبتهم في الفيلم أو عجبهم أدائي بغض النظر أو عبد الحليم أو لا أو شافوا أن فيه قبول شافوا أن فيه طلع الكاميرا يعني زي الأستاذ طرقش نعمة سمال دا بيرفع معنواتي في السامة بحس أن أنا لو عجبت واحد بس أنا عملت إنجاز كبير جدا أنا عجبني جدا دورك الله يخلي دا أكتبه تعال نشوف مجهد بن حليم ونطلع إلى فاصل ونرجع بعد ونوصل حوارنا مع الفنان الجميل لأنه سعيد وجوده معي النهار دا هيسر محمد زاكي